السلام عليكم. تقريبا احنا بشكل يومي ان احنا بنشوف فيديوهات بشكل كبير او بنقعد على السوشيال ميديا بشكل طويل جدا وفيه ناس بتتفرج على الفيديوهات عشان تشوف حاجات ممكن ترفيهية او فيه ناس بتدور على محتوى هادف شوية. فانا هتكلم النهاردة على الناس اللي بتدور على محتوى هادف وجزئية التاريخ. ودولت اكتر اربع قنوات بيحبهم بشكل شخصي انا رأيي انا مش رأيي حدا تاني. تمام فبالتالي انا اما احب اعرف معلومة طريقية ا او ان هما الناس اللي بيتنزل فيديو بحب اتفرج عليه. وهيكون الترتيب مش بالترتيب الاول الاخر لا الترتيب بس هادف انتné ذكرتو. واولهم. هي اي ناس بروداكشن. لو انت بتدور على حد ان هو يكلمك في تاريخ الحرب العالمية واسلحة الحرب العالمية او مضرعات الحرب العالمية او اطراضات البحر الحرب العالمية الكلام ده كله ابراهيم الجرحي نست برودكشن بتقدم فيديوهات بشكل اسبوعي تقريبا فبتشوف فيديوهات بشكل رائع جدا وانا بحس ابراهيم بيتكلم بكل الحب اللي هو بيتكلم فيه ان هو فعلا بيحب الحاجة دي وهو بيتكلم فيها بشكل رائع جدا وبسيط ويبسط المعلومة بشكل رائع جدا يعني انا قرأت مثلا في المعلومات العسكرية اللي هو بيتكلم عليها في حجم القذيفة او حجم المدرعات او ان هو تسليح ايه او البسمارك كان درازها ايه ومعمولة ازاي وكلام ده كان كلام كله وكلام مجا على الشوية وبعض الناس اللي بيفهموه لها عكس ابراهيم جرحي بيبسطه جدا وتحس ان انت قاعد مع واحد خبير استراتيجي خبير عسكري بيتكلمك عنه في منطه البساطة فشيبه ابراهيم الناس المحترمة جدا اللي بتعمل فيديوهات فعلا انا بحس ان هي فيها كوالتي غير الطبيعية وربنا اوقف عك قناة تانية وهي القناة عبداللطيف وعبداللطيف يعتبر من الناس المحترمة جدا ان انا بشوف فيديوهاتهم بشكل كبير اللي هو بحيب ان انا اتفرج عليها هو طبعا عبداللطيف عنده قنوات تانية شانلز جيمينج او الكلام ده بس عبداللطيف انت ملكش في الجيمينج اوي تمام خليك في التاريخ فعلا عبداللطيف بيقدم محتوى جميل جدا في جزئية التاريخ التاريخ بيقدمه بشكل محترف لان هو برغم ان هو ممكن يدرسه ما تكونش هي الاساس في جز بس يعني هو دلوقتي عامل ثلاث سلاسل وماشي فيهم بشكل مستمر غير حاجات تانية غير مراجعته لكتب والثلاث سلاسل دي هي ارض الحضارة اللي عد فيها اكتر من مية وشوية حلقة ودي يعني سلسلة رائعة جدا بيبتدي بيكلم من بدايات المؤرخة المصريين او القدماء المصريين ويخش بعد كده في سلسلة من اروع السلاسل وهي الارض المقدسة والارض المقدسة تعتبر هي سلسلة عن تاريخ فلسطين ويبين قد ايه ان الكلام اللي هرتقع من جانب معين اللي بيتقال م ملوش اي بيزك اساسا من الصحة والجزء الاخير وهي اللي ممكن انا مش انتريست قوي فيه وهو البداية والنهاية ممكن عشان انا قريت حاجات كثيرة منه قبل كده فممكن مش انتريست قوي لكن الحاجة التانية فعلا عبداللاطيف بيقاد فيها كويس جدا ومن الناس اللي بحب ان انا استنى فيديوهاتهم وباشوفها ولسه متجاوز من الفترة فهنوه يعني لو انتو شفتوا قناته وقول له الف مبروك الاتنين التانيين بقى برغم اعتراضي على بعض الاراء السياسية وبعض الحاجة التانية فاولهم هو تاري اه هو اجريسي في شوية وانا بحب ساعات الاجريسي بتاعه وساعات بدايق منه فبالتالي هو حر طبعا في اختيارات وكلام ودي قناته هو حر فيها ولكن انا بتكلم عن نفسي انا بحب اي ومحبش اي بس مش اكتر من كده فبالتالي هو من الناس المحترمة بيقدم محتوى كويس بين وفاوه هو فعلا من الناس المتخصصة في التاريخ وبيضحط حاجات كتيرة بتتقال عن تاريخ المسلمين بالذات ان المسلمين عملوه هما ما عملوهاش فبالتالي ده من حاجات الكويسة جدا اللي ممكن تتحط ان انت لو انت عايز تشوف التاريخ وبالذات التاريخ المسلمين اللي في الفترات اللي ممكن فيها لعبك كتير زي تاريخ المماليك او تاريخ العثمانيين وده هيكون فيها افاتة كبيرة جدا لك لو انت عايز تتفرج عليها القناة رابعة هي قناة محمود سالم محمود سالم براهم يعني اختلافات الايدروجية السياسية ولكن محمود بيقدم من الناس او دكتور محمود كمان من الناس المحترمة جدا اللي بتقدم محتوى تاريخي علمي صح وبيتكلم في حاجات كويسة جدا وبايزيك عل المية فبالتالي ان هو مش بيسترسل في حاجات كده خزعبلية او بيقلف لا وهو بيقدم التاريخ ده موجود بشكل معين ومؤرخ في شكل معين وعلمي تاريخ كامل ولكن انا باخد عليه جزئيتين هو ان بعض الناس بيهاجمها عشان هما ممكن بيقولوا كلام ممكن اه صح مش صح في التاريخ او ان الناس ده مش عجبوا كلامهم في التاريخ في بيقتك بشكل عنيف قوي ممكن الناس دي المناخشة تتسهل لكن في برضو الجزئية التانية هو ان لازم اي المتأخص بس هما الكلام في التاريخ انا معاك ان المتخصصين لازم يتكلمون في التاريخ بس دي على تشانلز اساسية يعني مثلا انا عندي قناة التلفزيون فانا هتكلم فيها عوحية ديكيومنتري لازم حد متخصص في التاريخ لكن احنا على اليوتيوب كل من هب ودب بيهبد فبالتالي ان انت عشان تحجم وتقول لا محدش يتكلم غير المتخصصين فانت هتعمل الناس كتيرة اكتر هتحبض اكتر وتقولك انت لم تعرفش وانت عارف هنا في الاساس في المواقع دي ان الباطل ما اللي بيكلم اكت اكتر هيصيل صوته اعلى فبالتالي ان الباطل هيزبط نفسه ان انا الاصح وهنا مش هنكسب معهم باي شكل من الاشكال فبالتالي اه لو في حد عنده معلومة صح بيقولها لو حد عنده معلومة غلط فهنا بالتالي ان احنا منتناقش معه باسطوب بسيط وجميل بحيس ان احنا نبين للناس قد اي ان احنا متحضرين وان هم دولة مفهموش حاجة ودي سهل على فكرة ويعني انا شفتهم مع ناس كتير ما بيعرفوش اي حاجة وسهل انت تبينهم ان هم مفهموش اي حاجة وهم مش هيعترفوه بس اللي حوليهم هيعترفوه فبالتالي يعني ما يعشين ما يخش في الضيلمة دي كتير وفي الاخر بدي اكتر اربع قنوات انا بحب فيهم في التاريخ ان انا اشوفهم فيه قنوات تاني بتفرج عليها فيه قنوات غربية بتفرج عليها في حاجة تاني كتير بس لو انت عندك قناة معينة ياريت تكتب لنا في الكومنتات وانكلم فيها برضو وانتناقش مع بعض تحت ويمكن نعمل فيديو عنها تاني غالي نشوف سلام اشتركوا في القناة